يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بكرة القمة قمة الدوري المصري قمة الاهلي والزمالك هتقول لي هي لسه قمة هي لسه واحدة من اهم المباريات في المنطقة العربية والافريقية ايوة ليه شعبية كبيرة للاهلي شعبية كبيرة لنادي الزمالك موقف الاهلي ايه في جدول الترتيب موقف الزمالك ايه في جدول الترتيب هتفضل اهم مباريات الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الافريقية المتابعة فيها موجودة لو الأهل والزمالك نزلوا يلعبوا في الشارع الناس هتروح تتفرج لو الأهل والزمالك شاركوا في دورة رمضانية الناس هتروح تتفرج وتشجع ما لهاش علاقة بحسابات ما لهاش علاقة بنقاط ما لهاش علاقة بترتيب ليه علاقة أنها ببساطة شديدة مباراة بين الأهل والزمالك بين الزمالك والأهل وبالتالي سبكم من الدوشة والعبس أحيانا خلونا نستمتع بهذه المواجهة المشرفة للكرة المصرية يا بختنا وهنانا إن إحنا عندنا دربي إلى أهل والزمالك الناس بقى اللي بتحب تعكر صف وأهمية هذه المباراة حطوهم على جنب ما تشوفهمش ما تسمع لهمش ما تصدقهمش ما تمشيش وراهم بكرة المباراة إن شاء الله تطلع رائعة رائعة في كل شيء رائعة على المستوى الفني رائعة على مستوى سلوك اللاعبين رائعة على مستوى التحكيم رائعة على مستوى البس رائعة على مستوى أرضية الملعب رائعة في كل شيء إن شاء الله وبالتأكيد رائعة على مستوى الجماهية اللي هتتواجد في هذه المباراة بإذن الله نستمتع ننبسط نشوف مباراة حلو ده الأهم أي حاجة تانية حطها على جنب مارسل كولر ماشي بشكل رائع جدا مع النادي الأهلي النادي الأهلي بشكل عام هذا الموسم هو موسم استثنائي في كل شيء خمس بطولات فعشر شهور للأهلي مع مارسل كولر والزمالك اللي عمل موسم سيء جدا بقاله أربع خمس ست مباريات ماشي بشكل رائع جدا مع أسوريو الراجل اللي بدأ يحط إيده الراجل اللي بدأ يسيطر الراجل اللي بدأ يحفظ أفكاره فواضح إن في نسخة يديدة للزمالك نسخة البروفا بتاعتها الموسم ده والتنفيذ في الموسم الجديد فبكرة مباراة حلوها بكرة محدش هيخسر أي حاجة الأهلي لو خسر مش هيخسر الدوري الزمالك لو خسر مش هيخسر المشاركة الأفريقية محدش خسران أي حاجة وبالتالي استمتع بقى كلاعب كمدرب كمشجع كمسؤول استمتع بالمباراة وبلاش دوش